عادت إلى أرض الوطن قادمة من بولندا طائرتا شركة إير كايرو على متنهما الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة الطلبة الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة هذا وأفادت سفارة مصر في بوداباست بأنه تم تقرير إرسال طائرتين يوميا اعتبارا من اليوم وحتى الجمعة المقبل وذلك لإعادة المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا إلى مصر